رفضت إدارة كاركوكا حرمان المحافظة من انتخابات مجالس المحافظات المزمع جاؤها في 30 من نيسان المقبل وقال المحافظ نجم الدين كريم إن كاركوكا لن تقبل باستمرار حرمان مواطنيها من حقوقهم القانونية مؤكدا أن ذلك يعد إجحافا ومخالفة دستورية فيما حذر من آثار سلبية على الجانبين الخدمي والاقتصادي وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت في وقت سابق من آبا الماضي استثناء محافظات إقليم كردسان وكاركوكا من الانتخابات المحلية لأسباب قانونية ومحافظة نينوى لأسباب أمنية